بعد اعتماد الحكومة تقنية العمل عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا أعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشروع مرسوم جديد يوضح مفهوم هذا النظام وأنواعه وشروطه وضوابطه فضلا عن الحقوق والواجبات المرتبطة به في أفق عرضه على المجلس الحكومي وصنف مشروع المرسوم كل عمل يؤدى خارج مقرات العمل الرسمية إما بشكل دائم أو مؤقت بتكليف من الإدارة ويكون فيه اتصال بين الموظف والإدارة عبر استعمال الأنظمة المعلوماتية عملا عن بعد مبرزا أن هذا النظام يتم في مقر سكن الموظف أو عند الاقتضاء في مقرات أخرى تحددها الإدارة بعيدا عن مقرات العمل الرسمية التابعة لها مشيرا في المقابل إلى أن هذا العمل لا يخول الحصول على أي تعويض عن الإقامة أو التنقل أو أي تعويض آخر خارج مقتضيات وشروط العمل ويمكن وفق مقتضيات المرسوم تحديد مدة تجربية أقصها ثلاثة أشهر قصدها تقييم مدى قدرة الموظف المعني على العمل عن بعد وتقدير عكاساته على سير المرفق العمومي كما يمكن للإدارة أن ترخص للموظف مدة أقصها سنة لمزاولة العمل عن بعد بناء على طلب مكتوب يحدد فيه مبررات مزاولته وتكلف الإدارة بتقييم مدى توافق الطلب مع طبيعة المهام الممارسة من طرف الموظف هذا وتتكلف الإدارة بكافة تكاليف وسائل العمل من أجهزة وبرمجيات والاشتراكات والاتصالات فضلا عن أدوات العمل ذات الصلاة ويستفيد الموظفون العاملون عن بعد من الحقوق نفسها المخولة للعاملين داخل مقرات العمل وفق مقتضيات المرسوم